موسيقى السلام عليكم محمد الله وبركاته ومشاهدي الكرام متمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير فأتم السحة والعافية ان شاء الله اليوم حبيت نشارك معكم فقاس بريستيج بالقرقاع كي يجيها إلا في شكل ولا في ماداق متمنى تجربوه هنا لاستحسان ديالكم بقاوا معين رزول نتعرفوا عن المقادير وطريقة ديال التحضير لهاد الوصفة الراقية سوف نحتاج الساد البيضات بحرارة المطبخ ساشي الفاني خمارة الحلوة من وزن 15 جرام كاسل ربط زبدة دايبة كاسل ربط زيت نباتية جوش كيسان ديال السكرساندة ربع كاس ديال المزهر ربع كاس ديال الحليب وغادي نحتاج الطحينة او الزنجل المطحون غادي نقلكم الطريقة دياله في أثناء الفيديو القرقاع وغادي نحتاج اللوز إفليل تزيين والداقيق حسب الخالط غادي نشدو البيض ديالنا هو اللوول غادي نضيفو له السكر فاني ومن بعد غادي نضيف له سكر سانيدة وغادي نخدموه مزيان بالطراب اليداوي غادي نحصل على مكونات اللي هي مدجانسة مع بعضها دائما كان في هاد المرحلة هادي فاش كنضيفو سكر سانيدة على البيض ضروري نخدموه مزيان حتى كنحسو سانيدة ديالنا كالدوب ما كتبقاش ديال الحبيبات غادي نزيد هنا واحدة رشيشة ديال الملحة فقط رشيشة اللي هي بسيطة وغادي نكمل تخلط ديالي كيف ما قد لكم حتى كنحصل على على خالط اللي هو مدجانس وكنحسو بدك سكر سانيدة دابت باش كتنجح معانا الوصفة اما غادي نخلطوها كيداي الزوصافلة مبعد عاد غادي نضيفو الباقي العناصر اللي هي الحليب المزهر زيت نباتية يا مثلاه الزبدة دابة نعبو الذى وزبة ديبة من لاحسن تعملو كل شي بحرارة المطبخ قار pill ننضيفوزا كنت مركز سacionت ثم كنتتلافج بشكل زيته نباتية ديبة زيته ديبة ك MIDI Amy قم بتن markings عاد نضيفَها غادي نزيد زيت نباتية ديالي كيف ما كتلاحظو عندي هنا كاس اللارو غادي نضيفهم ونخلطهم مزيان غادي نضيف المزهر حتى هو والحليب جميع السوائل في هذه المرحلة هادي وغادي نخلطهم مزيان حتى غايت جانسوا ومبعد غادي نضيفوا لهم الزنجلة اللي مطحون أو الطحينة بالنسبة للزنجلان كنشدوه شي شوية جهد تقريبا دك معلقة معلقة ونص كبيرة غادي نشدوها غادي نحمروها واحد شوية نحمروها في فران أو في مقلأ فيما كانت مجاتكم سهلة تحمروه مبعد من اللي كان حمرو غادي نطحنو حتى غادي يبداي تلقى زيز يالو ومبعد غادي نزيد لي واحد شوية جهد دك معلقة كبيرة ديال زيت ناباتية كيف ما كتلاحظو تك نحصل على هاد القاوام هادا كيكون بطحون زيان كيعطينا واحد البنهائي له وكيعطينا واحد المضاق غزال في هاد الوصفة هادي والطريقة ديالو سهلة غادي نضيف الطحينة ديالي أو الزنجلان اللي كان كنت حنتو وجدتو من قبل وغادي نزيد نخلطوه مزيان حتى غادي جنس ديال عنا صير حتى هي ونحصل على قاوام نحصل على على كل شي كنت جانس وباش نقدر نضيفه من بعد الدقيق وما نحصلش على ذاك زنجلان ذاك العجينة زنجلان تكون باقة هاكيا بكويورات ولا شي حاجة بالنسبة للدقيق انا دي ما كان كن مغرب له من قبل ومنزل له حدايا يعني هاد دقيق هادراني ديجا غربلته ونزلته حدايا باش مني كان كنخدم كي تجيني سهلة باش كان هز القياس ديالي اللي بغيت هنا كنضيف خميرات الحلوية ديال 15 جرام وغادي نبدأ نخدم بيدي شوية بشوية حتى غادي نحصل على عجينة اللي غا تكون ما قاسحاش وما خفيفاش يعني عجينة تكون معاوطة ما تكونش قاسحة بزاف لان غا تجينها من لغا ديال طيب غادي يجي الفقاس مزوينش وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفة باش ما يسحلناش الفقاس الفقاس اللي نكونو كان طيبه ويضيع لناش شكل دياله هنا يا مبعد مجمعة العجينة ديالي كنخدمها مزيان كيف ما قا تلاحظو هالقاوام اللي حصلت عليه كي يجي ما قاسحش وما خفيف ما كيلسقش في اليدين هنا غادي نقسموه على ثلاثة ديال الكويرات وغادي نحتفظ بهم حتيات ما في سطح العامل يعني ما غا نحتاج نضيغهم لفت اللاجة لا تشي حاجة لاناني غا نستعملهم بنفس الوقت غادي نجمعهم في الفيلم علي مونتر وغا نحتفظ بهم حدايا نبقى نحل وحدة بوحدة ونخدم بهم موسيقى 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 قاعدة موسيقى علينا الخدمة وكنكنو موجدين البيض كنفصلو البيض ديالنا على على السافر هنحتاجو فقط البيض باش تكلي قرقع كيشد بلاستو مني كنكونو كنقطعوه ما كيبقاش يتحييد بلاستو وبالنسبة البيض ممكن لكم زيدو عليها اه القهوة سريعة الدوابان بالنسبة الناس اللي كيخافوا من الريحة ولا هو فصراحة الله ما كيفيه لا ريحة لا زفرها لحتى شي حاجة للبيض كيجي هائل فقط اللي بغا تزيدو ممكن لها تزيدو اه كنف الصمر كنطلق العجينة ديالي بهذا الشكل هذا كنطلقها قريبا هكاية مستطيلة كندهنها ببيض البيض وغادي نستفل قرقع ديالي فوق منها ومن بعد غادي نجمعها على شكل حربولة ودك الساعة غادي نكون مجهزة مجهزة الفران ديالي على درجة حرارة كتكون متوسطة ما كانحتاش الفران يكون سخون بزا باش كيتخل في قاس كيتخلو طيابة من الداخل وكيجي طايب وكيجي هائل ما كيجيناش مع الجن من الداخل إلا جهدنا له البوطة غادي نضيعه خصو الخاطر فتيا بشي شوية يعني كنديرو الفران على درجة حرارة كتكون متوسطة مبعد ما كنستفل القرقع ديالي بهالطريقة هكاية كنحاول هكا كنضغط عليه غيب شوية هكا باش كل القرقع ديالي يشد بلاسته وغادي نبدأ نجمع الحربولة ديالي بهالطريقة هكاية شوية بشوية تاك نحصل على على حربولة اللي كتكون معا وتاك نقدها مزيان باش كتجيني مقدة في شكل ديالها طريقة سهلة وواضحة بالنسبة للناس اللي مبغوش استعملوا القرقع او بإمكانكم استعملوا اي فواكه جافة شنو مبغا تكون على حسب الامكانيات على حسب كل واحد وجهده يعني ماشي بالضروري اننا نديروا القرقع او اننا نديروا شي حاجة اللي خرج على استطاعات ديالنا يمكننا نديروه باللوز يمكننا نديروه بكاوكاو يمكننا يعني كل واحده على حسب الاستطاعات دياله هنا غادي نزينو كندهندك الحربولة من الفوق ببيض البيض وغادي نحرب لها في اللوز ايفيلي ولما كانش عندنا اللوز ايفيلي يمكننا فقط نستعملوه غير الزنجلان يعني ما نصعبوهاش على راسنا نستعملو اللي موجود عندنا واللي غادي نقدروا عليه على حسب الامكانيات على حسب الاستطاعة بنفس العجينة كنحصلوه على نتيجة رائعة بها الطريقة هادي كنلويه بدك اللوز ايفيلي ديالي وبالنسبة الناس اللي بغا تتفنن عليه و بغا تتدخل عليه حويش خورين يمكن لكم تستعملوه حتى المشماش مجفف حتى لوز حتى بيستاج حتى كل واحده استطاعات دياله اذا قدرتوا تستعملو شي حاجة اللي طوب يمكن لكم تستعملوها إلا ما كانش الإمكانيات الإمكانيات الإنسان يستعمل غير حويش اللي هم مبساطين اللي متوفرين يعني ماشي ضروري الإنسان باش يدير شي حاجة خصها بنفس 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 القوام اللي كاين يعني اللي متوفر نقدروا نستعمله أنا هادية الفكرة ديالي وهنايا قنحاول نتقبضك الحرب ولا غير بوحد العويد هكايا باش مني كيدخل الفرران ما كي ما كيترتقنا الشاي وكي جينا مزيان وصافي غادي نديرها في الفرران تقديتها هنا مبعد مني كان نخرجهم الفرران كان نديرو في واحد المندي اللي كيكون مفزقه شي شوية كيكون بارد وكان نحتفظ به ليلة كاملة أو ممكننا نحتفظ به غير ساعتين أو ثلاثة سوائع لحسب إلا كان عدنا الوقت نقدرو نخليه هتلى غدلي عاد مقطعه ما كانش عدنا الوقت يمكن لنا نصبرو عليه غير واحد شوية ومبعد نقطعه تقطع ديالو كيجي سهل أنا ضروري الموس ديال الفقاس ديالي اللي كان قطع به جميع أنواع الفقاس عندي موس ما كنستعمل به تشي حاجة مخليها فقط للفقاس وفيما كان بغين نقطع الفقاس ديالي كانزيد نمده شي شوية وكان بدا نقطع به باش كيجيني الفقاس ديالي مقطع هو هداك يعني في القياس اللي بغيتو ما كيتهرز متاشي حاجة لا بالنسبة لهذا الفقاس هدا ولا الفقاس العادي اللي كانستعملوه نستعمل الفقص للوز والزنجلان و هنا ندخل الفران على درجة حرارة كي يأخذنا التحمار و تجينه في تقرميشة يعني لا نزربوش عليه في التحمار و يضغيه و يتحمرنا الوجوه و يبقى مع الجنم نعطيوه وقتوف التحمار حتى يتحمر لنا مزيان و نقلبوه على الجهة الثانية و ثاني يأخذوا قطف التحمار و ثاني يجينه المقرمش هائل و هذه كانت وصفة لنا لهذا النهار نتمنى أن نفتركم بوالو القليل منسبة لأي تساؤلات يمكنكم تخليو لي كومنتر التحت في التعاليق نجاوبكم عليهم إن شاء الله نتمنى أن نلت الوصفة اليوم تكون نالتك الاستحسان وتكون عجباتكم فتنساوش تبارتاجيوها مع الأهل والأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة شكرا للتتبع ديالكم وشكرا للتفاعل ديالكم مع الفيديوهات كلمات شكرا قليلة في حقكم الله يجازيكم بخير وهدو كانوا مشكلة اللي حدرتهم مع الفقاس البريستيج بالقرقا ديالنا حدرت معها البحلاوة حدرت معها الملوزة بشكل جديد غاني مخليها في القناة بالحق ماشي بهتشكل هذا فقط هنا يات زينتها باللوز إفلي انا في فيديو اللي نزلتو بطريقة اللي هي سهلة فقط بالسكر سنيده واللوز هنا يدر التحسين على الشكل ديالك الكويورة ديال اللوز حرب دوزتها في بايض البيض ودرتها في اللوز إفلي ومن اللي طابت زينتها بالورد الورد الطبيعي وكتعطيني هات الشكل اللي هو هائل هدي نخلي لكم روابط ديالهم أسفل الفيديو في صندق الوصف شكرا للتتبع ديالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر